الله معكم، كيف كون؟ أهلا وسهلا فيكن كبار وصغار أنتو عائلة التاتا السوفيا وكرمال تكبر عائلتنا بدي أطلب منكن اللي بعد ما اشترك بالقناة يضغط على السابسكرايب أو الاشتراك واللي جديد بقناتي كمان بدي رحب فيهم واطلب منن يشتركوا بالقناة من خلال الضغط على السابسكرايب أو الاشتراك واللي عنده اقتراح أو فكرة أو عنده ملاحظة يترك لي تعليق بخانة التعليقات أو بالكومنت تحت الفيديو وإزا عندكن شي قديس بتحبوا نحكي قصته كمان خبروني وتركوا لي تعليقاتكن بخانة التعليقات تحت الفيديو قصة اليوم عن القديس ديمتريوس مفيد الطيب شفعتو تكون معكن جميعا خلق القديس ديمتريوس باليونان وبالتحديد بيتسالونيك بعيلة مسيحية أموا بايوا بأول حياتهم ما كان يجي هونولاد وبعد عقر دام لوقت طويل استجاب ربنا لصلواتهم وندورهم وبعطلهم ديمتريوس بايوا للقديس ديمتريوس كان قائد عسكري ربا ابنه على ضبط النفس والأمانة وعلمه كيف يجاهد بحياته وما نسي أبدا يعلمه حيات التقوى ومحبة الفقير من بعد ما كبير القديس ديمتريوس وخلص تعليمه صار قائد عسكري مثل بايوا وبيوم من القيام كان الامبراطور راجع من حربه مع البرابرة ومرق بتسالونيكي وعينوا للقديس انصل على بلاد اليونان بس هيدا الامبراطور كان وسني وما كان بيعرف انه ديمتريوس مسيحي وبالوقت اللي كانوا الوسنيين عم بيمارسوا طقوسهم ويعملوا الاحتفالات لتكريم الامبراطور ويرفعوا البخور لقلو للآلهة ويقدموا الدبايح اغتنم بعد الحساد وقعداء القديس ديمتريوس الفرصة وخبروا الامبراطور حقيقة ايمان القديس ديمتريوس بالرب يسوع المسيح نغاز كتير الامبراطور من هيدا الخبرية وامر انه يجيبوا القديس لعنده بسرعة فاعترف القديس ديمتريوس بمسيحيته قدام الكل عصب الامبراطور وامر بيوضعه بسجن تحت الارض بتفوح منه رائحة كريهة عرف القديس ديمتريوس انه ساعته قربيت وبلش يهيق نفسه للشهادة ويصلي بحرارة وامر خادمه الامين اللي كان يزوره على طول بالسجن انه يوزع كل مقتنياته وممتلكاته على الفقرة والمساكين وبعد ايام قليلة خسر زلمة الامبراطور بالمصارعة على ايد شب مسيحي فكر الامبراطور انه للقديس ديمتريوس ايد بالقصة فامر جنوده انه يقتلوه طعنوه بالحرب حتى الموت حاول خادمه للقديس ديمتريوس انه ياخد جسمانه ولما ما قدر اخد خاتمه ورداءه لمغمسين بدمه الطاهرة وصارت من خلاله عجيب كتيره وسمع فيه الامبراطور وامر جنوده بقطع راس خادم القديس وبعد فترة قدروا بعض الاشخاص المسيحية انه ياخدوا جسمان القديس بالسر ودفنوه وكرموه واعطى الرب علامي لأداسة شهيده ففاض من رفاته الطيب وبعده لأيامنا عم بيفيد منه الطيب وشفى وبعده عم بيشفي لكتار كرمل هيك قديسنا لليوم القديس ديمتريوس بيتسمى بمفيد الطيب ويعتبر القديس ديمتريوس شفيع مدينة تسالونيكي وبيعيدوله بـ 26 تشرين الأول يلي هو نهار عطلة لكل المدينة والاحتفالات الخاصة بعيده بتبلش قبل بأسبوع بتتهي على العيد ويعتبر هيدا الأسبوع أسبوع عظيم لكل أهل المدينة وزوارة اللي بيكونوا كتار وبيقصدوا بمناسبة عيد القديس ديمتريوس وتقام الصلوات صباحا ومساءا وقبل بنهار من عيده يعني بـ 25 تشرين الأول يقام زياح كبير بيشاركوا فيه المؤمنين والكهنة والسلطات وبتوضع الرفات على العربة عسكرية وبتجول كل المدينة ووراها بيمشي حجد المؤمنين من أهل المدينة وأهل البلد والأجيني باللي بيقصدوا تسالونيكي لحتى يحتفلوا بعيد القديس ديمتريوس وإن شاء الله ربنا بيسمح لكل المؤمنين إنه نزوروا القديس ديمتريوس ويتبركوا من الطيب البفيد من رفاته بس ما تنسوا تذكرونا بصلواتكن إن شاء الله تكون قصة اليوم نيلة أعجابكن ما تنسوا تسمعوا تربارية القديس يلي مثل العادة بحط الرابط تبعه بصندوق الوصف وبشوفكن بموعدنا السابت نهار السابت إن الله راد وتضلوا بألف خير ترجمة نانسي قنقر